فتحت وسائل الاتصال الاجتماعي أبواباً جديدة لمستعمليها خلال السنوات العشر الماضية منها الإخبار عن ما يفعلونه والثاني الاستعلام عن ما يفعله أصدقاؤهم في بعض الأحيان تكون النتيجة سية عمّة لا تشعر النساء بالاكتئاب أكثر لكن عندما يسمعن عن شيء صعب حدث لمعارفهن يراودهن شعور سيء عن أنفسهن ويصف خبير المعهد الاكتئاب بالمعدي والعدوى تأتي أيضاً بوسطة فيسبوك وتويتر يسمعن بوفاة قريب لصديق أو صعوبات اقتصادية في العائلة أو مشاكل مع أولاد معارفهن وعند ذلك يشعرن بمزيد من الاكتئاب يحتفظ بعض المشاركين بعدد كبير من الأصدقاء على شبكات التواصل سنة واحدة من هؤلاء فيه 1442 صديق هل بتسمع منهن أخبار جيدي؟ هاك وهاك حسب البلد حسب الوضع بتسمعي أخبار سيئة؟ ايه أكيد شو بتشعري لما بتسمعي أخبار سيئة؟ كتير هو سبب أنه أنا بتدايق خلال يوم مثلاً أول ما في أنا بفتح فيسبوك بشوف خبار سيئة فأكيد بتدايق نفسياً وكان بيأس سيئة اليومي بعدين ربما تكون هذه هي القضية تتسع دائرة المعارف تكثر الأخبار السيئة وتصاب النساء بالاكتئاب هناك خبر واحد جيد ولكن هناك وسائل أخرى تساعدنا فيها تكنولوجيا للتهدئة لأننا نستطيع أن نفعل الأشياء بطريقة أفضل وننظم حياتنا بطريقة أفضل ختاماً أيها المستخدمون كلما شعرتم أن وسيلة الاتصال تسبب لكم إزعاجاً توقفوا عن استعمالها في الغانم العربية واشنغاً ترجمة نانسي قنقر